بعد ساعات من مغادرة القوات السعودية مطار عتق إلى الحدود بين اليمن والمملكة تأتي الأنباء عن استعداد القوات الإماراتية لمغادرة منشأة بالحاف محافظة شبوة قبلها كانت قوات أبو ظبي قد انسحبت من معسكر العالم وحدثت مواجهات بين قوات الجيش الوطني وميليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا انتهت بطرد الأخيرة من المعسكر يرى مراقبون أن انسحاب قوات الإمارات من منشأة بالحاف قد يجبر القوات المدعومة من قبلها على المغادرة كما حدث في معسكر العالم منذ أن وضعت أبو ظبي يدها على الشبوة قبل خمس سنوات وهي تعمل على تجميع قواتها وتدريب ما تعرف بقوات النخبة الشبوانية داخل المنشأة الاقتصادية الأكبر في اليمن وعملت على تعطيلها وبالرغم من رفض سلطة شبوة ومن ورائها المواطنون للتواجد الإماراتي إلا أن الحكومة ظلت صامتة وبعد أن فرضت قوات الجيش الوطني في محور عطاق حصارا على بلحاف تدخلت السعودية لتهديئة الموقف وأفضى ذلك بوعود لانسحاب القوات الإماراتية وتسليم المنشأة للسلطة شبوة التي اتخذت قرارا بتشغيل المنشأة وتصدير الغاز ودربت لواء عسكري لحماية المنشآت النفطية تطورات سياسية وعسكرية تشهدها شبوة الواقفة في وجه الحوثيين والإمارات حيث تواجه تصعيد ميليشيا الحوثي في أطراف المحافظة وميليشيا الانتقالي في الداخل ظلت أبو ظبي تضع يدها على أهم موارد الدولة أبرزها منشأة بالحاف لتصدير الغاز المسال التي تصهم بنحو 7% من إجمال إرادات الموازنة العامة للدولة وفق تقديرات عام 2014 مما زاد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتسبب في انهيار متسارع للعملة الوطنية في ظل شحة مصادر النقد الأجنبي سلطة شبوة أبدت رغبتها في إعادة تشغيل الميناء وتقول أنها تملك خطة لتأمين استئناف العمل وذلك من أجل تعزيز الخزينة العامة بأحد أهم مواردها ترجمة نانسي قنقر